استمراراً لحملة شوف بنفسك التي أطلقتها القوات المسلحة لتعريف الشعب المصري بالمشروعات التنموية العملاقة وصلت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظيم زيارات الميدانية لطلبة الجامعات إلى عددين من المشروعات التنموية شوف بنفسك إنجازات جمهوريتنا الجديدة وبتستمر حملة شوف بنفسك اللي أطلقتها القوات المسلحة لتعريف الشعب المصري بالمشروعات التنموية العملاقة قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري مستمرة في تنظيم زيارات الميدانية لطلبة الجامعات لعدد من المشروعات التنموية العملاقة واللي شاملت مصانع شركة النصر للكيمويات الوسيطة واللي بتعتبر من الشركات المتفردة من نوعها على مستوى الشركات والمصانع اللي بتعمل في نفس المجال في الشرق الأوسط وده بيرجع لتعدد أنشطة المصانع الموجودة بالشركة واختلاف منتجتها مبدعياً الزيارة النهاردة كانت زيارة جميلة جداً أنا ما كنتش متخيلها مبدعياً أنها تطلع بالشكل ده النهاردة جينا زيارة لشركة النصر للكيمويات لقين حاجة بصراحة ما كناش نتوقعها مصارح كبير حاجة مشرفة لمصر عرفنا كمان حاجات كتير أن الشركة فيها كذا مصنع فيها دقريباً 47 مصنع أو كطاع فشوفنا النهاردة حاجات جميلة والشركة ما شاء الله لذيذة له ومصر فيها حاجات جميلة يعني مبسوطة أن في المصنع كامل قرية يعتبر مساحة كبيرة قوي من المصنع اللي قائمين عليها ومشرفين عليها مصريين كمان فكرة أننا من أنا وهنا أقدر أتابع كل المستشفيات في كل الجمهورية أقدر أتابع الأكسجين بتاعهم نقص أولاء عشان أقدر أوفر لهم فده أعتقد أنه وحي يحل مشكلة كبيرة ومستقوى إن شاء الله كمان تم تنفيذ زيارات ميدانية لطلبة الجامعات إلى مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء بمحافظة كفر الشيخ الطلبة شهدوا إعداد وتجهيز المعادن لاقتصادية المتواجدة في خام الرمال السوداء الشاطئية وعمل القيمة المضافة لهذه المعادن لاستخدامها في الصناعات المحلية وتصدير الفائض للسوق الخارجي استفدنا جداً بالمعلومات لغاية ما جينا هنا عند الكاروكا المعلومات كانت مفيدة لنا جداً واستفدنا وإن شاء الله لما نتخرج هنسعى أن نقديم ونشتغل في الشركة هنا النهاردة كنا يعني في زيارة لمصنع الرمال السوداء في البورولوس وبصراحة الاستقبال كان حل جداً وكل حاجة كانت تمام وكل كانت بشحننا يعني كل حاجة بالتفصيل ودخلنا مصنع الزيركن الجاف والراتب وكانت يعني كل حاجة كان فيه استفادة كاملة بصراحة وكل حاجة وإن شاء الله بعد ما نتخرج هنيجي هنا وهنعمل يعني هنتضرب ويبقى فيه استفادة أكبر من كده كمان كمان شاملت الزيارات مجمع مصانع الرخام والجرانيت بالعين السخنة واللي بيعتبر من أكبر وأحدث مصانع الرخام والجرانيت في الشرق الأوسط وأفريقيا وفتحد كبير قامت بيه مصر لاستصلاح الأراضي في منطقة تشكة أرض الخير نظمنا زيارة لطلبة الجامعات شافوا من خلالها طرق الرأي والوسائل الزراعية الحديثة اللي بتتناسب مع طبيعة المنطقة ومنتجاتها المختلفة من المحاصيل الاستراتيجية اللي بتساهم في سد الفجوة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الزادي موسيقى اشتركوا في القناة طبعا في ذلك المشروعات اللي بيقوم بها سيادة الرئيس مشروع تشكا شفنا كمية تنوع في الزراعة رهيب شفنا مدن كاملة جاهزة ان الناس تعيش فيها احنا الواحد فخور ان الرئيس السيسي دايما مهتم بالشباب ان هم يشوفوا الحاجة على ارض الواقع وان احنا في مشروع تشكا توفر فينا ان احنا شفنا فتح طرق جديدة لمستويات العمالة على كافة المجالات فبجد الواحد فخور ان احنا بقينا نشوف ده على ارض الواقع وان الزراعة بقيت متطورة في مصر النهاردة احنا جينا هنا في مشروع تشكا عشان نشوف الانجاز اللي بيتم في مصر في المجال الزراعي وهو مشروع مهم من ضمن ركن من التلات اركان من المشاريع الزراعي اللي بتعملها مصر زي شارع العوينات وضرب الاربعين وكمان مشروع تشكا احنا مبسوطين ان احنا جينا هنا وشوفنا حجم الانجاز المبسوط الحمد لله رحلة كويسة جدا تسحق الزيارة يعني وحاجة كويسة نحنا نحاول لصحرة الأرض تستفيد منها أرض خضرة الأرض لا اخد منها خياراتها كلها بالله حاجة شايفية هذا النهاردة الحاجة ماشاء الله يعني وبدل ما انت بتشوف حاجة فسنا من العنت أو حاجة انت متدايق تعالا شوف ناسك تعال انشوف ناسك هنا دنيا بجد غير انت تشوفها خالص الدنيا بجد تستحق انك تشوفها جاية تحت مبادر تشوف بنفسك عشان نشوف المشروعات القومية اللي قدمها سيادة الريس حاجات حلوة واحنا اول مرة نشوفها الحاجات دي واول مرة نشوفها كده على الطبيعة وبدأوا الشباب الجامعات كلهم ان هما يجوا يشوفوا فعلا بنفسهم لان هما فعلا هيستمتعوا جدا حقيقي دي كانت بالنسبة لنا زيارة مفاجأة جميلة جدا لان احنا شوفنا حاجات احنا يعني حكاية ان احنا نقرأ او نتكلم او اي حاجة لا لا احنا هما اهم حاجة تيجي تشوف بنفسك هنا حقيقي مبادرة ممتازة جدا احنا بنضع الشباب مصر كلهم ان هما يجوا يشوفوا المشروعات العملاقة اللي معمولة دي ان شاء الله مصر كلها تبقى بخير طالما كلنا هنبقى قدينا في قدينا الرئيس والرئيس يعني اللي احنا تشايفينه ده احنا بنشكرك وبنشكرك يا رئيس واحنا معاك ووراك بإذن الله انا النهاردة في مشروع تشكة مشروع تشكة من المشاريع العظيمة جدا اللي هتوفر فرص عمل للشباب المصري انا فخور ان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اقام بالمشروع ده لان ده بيعمل لمصر اكتفاء ذاتي حاجة كويسة جدا وحاجة فخر لينا وفخر المصريين كلهم وفخرين بالبلد وفخرين بالقوات المشلحة والعمل العظيم اللي البلد بتقوم بي طبعا انا ما كنتش مصدقة طبعا ان انا هاجئ الاقي حاجة بالمنظر ده احنا طبعا نشوف الكلام ده في التلفزيون بس مش زي ان احنا نشوف الكلام ده على ارض الواقع طبعا احنا مش متخيلين ان في الصحرة هيبقى في مشاريع زي كده لحد ما خلاص عدينا اكتر من نص الطريق طبعا احنا شايفين صحرة قدامنا مش مش شايفين زي ما بيجي في التلفزيون طبعا نقول ان ده مش حقيقة فلما جينا هنا فعلا شوفنا قدقل مشروع حاجة كبيرة جدا وحاجة مشرفة للبلد وهتأثر فعلا على اقتصاد البلد في الفترة اللي جاية وبتستمر الزيارات اللي بتنظامها القوات المسلحة لترسيخ مبدأ المواطنة وغرس الحس الوطني لكل الاجيال الجديدة شوف بنفسك انجازات جمهوريتنا الجديدة